لا ثابت في معادلة السياسة الصداقات قد لا تتدوم طويلا من كان مثلا يظن أن زائم مجموعة فاغنر يفقيني بريكوجين والملقب بطباخ بوتين سينقلب على رئيسه ويدعو إلى تمرض مسلح على الجيش الروسي بتسارع كبير تفجر الصراع الروسي الأوكراني في وجه بوتين بعدما غير بريكوجين بوصلة القتال من كييف نحو العاصمة موسكو على خلفية اتهامه الجيش الروسي بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لقواته في أوكرانيا نشاهد أنا موجود الآن في مقر المنطقة العسكرية الجنوبية وصلنا إلى هنا ونريد لقاء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إذا لم يأتيه سنكون هنا سنحاصر مدينة روستوف ونتجه إلى موسكو سنتجه إلى موسكو إذن يقول بريكوجين تصريحات ترجمت سريعا على الأرض مع سيطرة قوات فاغنر على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج على بعد خمسمائة كيلومتر إلى الجنوب من موسكو كما انتشرت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تليجرام في روسيا كما هو معروف منتشر أكثر تظهر تجول بريكوجين في مدينة روستوف الروسية هل سيسكت بوتين؟ طبعا لا الرئيس الروسي وصف تمرد فاغنر ضد الجيش بأنه خيانة داخلية وتوعد برد قاس معتبرا من يقف وراءه يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية كما أعلن تفعيل نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الطائرات الروسية لمقدمة قافلة عسكرية كانت تسير على طريق M4 الذي يربط موسكو بالمقاطعات الجنوبية كما فتحت طائرات مروحية تابعة للجيش الروسي النار على قافلة عسكرية لفاغنر قرب فورونيج كما أظهرت مقاطع متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حريق في مستودع نفط بمدينة فورونيج التي تسيطر عليها قوات فاغنر تطور الأحداث في روسيا أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الكاتب المؤلف حسن البراري قال إن ما يجري خطر وسيكون له ارتدادات كبيرة في روسيا وفي ميدان الحرب على أوكرانيا وأضاف السبعد عمالة فاغنر لكنها تذكرني برواية فرانكينشتاين حسب وصفه أما الصحفي جابر الحرامي فيرى أن الرئيس بوتين سيتمكن من تجاوز هذه الأزمة لكنها ستخلق آزمات أخرى خصوصا داخل المؤسسة العسكرية وخارجها في أماكن وجود القوات الروسية وعمل ميليشيات فاغنر حسب رأي الصحفي جابر الحرامي ونخطط بتغريدة الصحفي أحمد دعدوش الذي قال إن المرتزقة الذين أوكال إليهم بوتين أكثر العمليات في روسيا في سوريا وليبيا وأوكرانيا انفضوا عنه أخيرا وأعلنوا الحرب عليه هكذا تدور الدوائر يقول أحمد دعدوش